يوجد دوماً سوريين رسالتهم الأبدية رسالة المحربة والسلام اليوم نشعل شجرتنا ونتمنى أن تكون آخر أيام الفقد وأيام الحزن لكل السوريين كما يحتفل أبناء حلب والسوريين بخلو مدينة حلب من الإرهاب نعمل أن يعمل الانتصار أيضاً في كافة بقاع الأراضي السورية اليوم مثل ما بنعلم شجرة الميلاد في سوريا لا ترتبط بطائفة أو ترتبط بدين أو عرق وإنما هي برسالة المحربة والسلام لكل السوريين الاحتفال هو بمناسبة الأعياد نحن القادمين على أعياد ميلاد السيد المسيح ورأس السنة الجديدة إن شاء الله تنعاد على سوريا وعلى شعب سوريا على جيش سوريا بالخير والبركة والنصر ورمزيته بهالأيام إنه نحن لازلنا سابتين في أرضنا لأن نحن ما بيقدر حدا يقلعنا من هذه الأرض نحن سوريين باقيين في سوريا مسيحيين ومسلمين نتعاون مع بعضنا حتى نحية حياة السورية بسلام هي صارت رمزة لكل السوريين بعد ما صارت رمزة لكل الناس بالعالم اليوم من كل الأديام بكل الدنيا بيعيدوا برأس السنة بهالشجرة الحلوة يمكن بيحسوا إنه الخضار بيعني شي بداية السنة رح نشارك من هذا المكان اللي بيشاركوا فيه ناس كتير رح نقدم 13 أغنية بشي خمس لغات خمس لغات لها حتى نقول نحن شركاء السكان الكرة الأرضية في هذا الفرح نحن قد ما زعلونا حكومات الكرة الأرضية نحن أصدقاء شعوب الكرة الأرضية رح نغني بلغاتهم إدارة فندق داما روز دعتنا لأنه لأنه عاملين نحن مجموعة أم الشهيد عاملين بازار من خلال هذا البازار طلبوا مننا أنه نكرم أولاد الشهداء ونشاركون بإضاءة شجرة الميلاد طبعا نحن اليوم بأرواح شهدائنا عم نضوي كل شجرة بسوريا لو لا هن ما كدنا أضاءنا ولا شجرة نحن الريع هذا البازار اللي عاملينه نحن بالدور التاسع ريعه بدي يصير لأسر لأولاد الشهداء إن شاء الله موسيقى 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 اشتركوا في القناة